اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك مجتبى حرف الميم حرف النار مؤنث طاقته أربعون أربع درجات حرف الجيم حرف هوائي مذكر طاقته ثلاثة أربعة عشر درجة حرف التاء حرف ترابي مؤنث طاقته أربعمائة ست درجات حرف الباء حرف ترابي مؤنث طاقته إثنان ثمان وعشرون درجة حرف الألف حرف النار مذكر طاقته واحد خمس وثلاثون درجة مجتبى اسم طاقته رقم خمسة طبعه طرابي في جوهره ناري في مظهره جنسه مؤنث البرج من خلال الاسم برج الجوزاء الكوكب المسيطر كوكب عطارد اللون المفضل الأصفر يوم السعد الإربعاء الحجر المناسب العقيق الصورة القرآنية المناسبة والمستخلصة من الاسم هي صورة الهمزة أسماء الله الحسنى الخاصة بشحن طاقة اسمك يا سلام، يا متكبر، يا وهاب، يا خافض، يا مذل، يا بصير، يا حكم، يا عدل، يا متين، يا محي، يا واجد، يا مالك الملك، يا بديع، يا باقي، يا وارث صفاتك من خلال حروف اسمك أنت إنسان حساس، معطاء وسخي تحب المظاهر تحتاج دائما للدعم لإنجاز طموحاتك وأهدافك هادئ الطبع، واثق من نفسك خجول، كتوم، متواضع، وديع، لا تحب إذاء أحد تحب التعاون والمشاركة صبور، وتتحمل العمل لساعات طويلة بطيء باتخاذ القرارات ذو قلب أبيض، وذو عقل خلاب تحب الحركة وتكره السكون تتمتع بذكاء خارق، يجعلك تحتل المرتب الأولى تضحي كثيرا من أجل إسعاد الآخرين ورسم الإبتسام على شفاههم وتقدم مساعدات كثيرة لكل من حولك ولا تتلقى مساعدات من أحد لديك نحوسات بالعمل وتعترض دائما مشاريعك مشاكل وعراقيل حياتك العاطفية متأزمة وتقابلك عدة مشاكل في حياتك وعاطفيا غير مستقر كثير التفكير كثير الهموم والأمراض بعد تعب كبير وعمل مستمر تحقق كل طموحاتك وتتغلب على كل ظروفك طاقة اسمك رقم خمسة متصل بكوكب عطارد كوكب التواصل من تأثيرات هذا الرقم على حياتك وشخصيتك أنك إنسان حساس اجتماعي متفائل محب للمغامرات والتجديد تحب الفرح والمرح لديك براعة في التخطيط متعدد المواهب تحب التنوع في الأعمال لكسر الروتين تعشق الصفر والرحلات وتتقن فن الكلام متحمل للمسئوليات الصعبة برجك على الاسم هو برج الجوزاء وهو برج هوائي أفضل شريك يناسبه للزواج هو برج السرطان أو برج الميزان أو برج الحوت من تأثيرات البرج والكوكب على حياتك أنك إنسان ذكي محب للحياة دائم الإبتسامة متعدد المواهب اجتماعي متأقلم لين الكلام معجب بنفسك فصيح اللسان لديك روح الشباب تسمع هموم الآخرين ولا تبوحوا بهمومك لهم تفعل الخير مع الآخرين رغم أنك قليل الحظ منهم صعب الرزق لكن يفتح الله لك أبواب الخير تناسبك الأعمال الإدارية تحمل ثلاث عناصر في اسمك عنصر النار وعنصر الهواء وعنصر التراب وتفتقد لعنصر الماء في اسمك عنصرين متناسقين ومتوافقين وهما عنصر النار والهواء وعنصران غير متناسقان وغير متوافقان وهما عنصر الهواء والتراب أنت شخص متقلب المزاج لا تثبت على حال لا تغفر للآخرين لو أخطأوا في حقك تحب بصدق وتفي بوعودك إنسان متميز في عملك وتميل للأعمال التي تحقق لك الشهرة والانتباه تبدأ حياتك بطاقة هائلة تدفعك إلى عدة نجاحات متكررة وتحقق إنجازات رائعة لكن تصادفك مرحلة ركود ويتطلب منك الأمر طاقة صبر كبيرة والصبر مفتاح الفرج فمن يصبر ينال خيرا كثيرا كما تحمل طاقة مؤنثة تزيد من روعة اسمك وتجعلك تتحكم في أمورك وتسيرها بشكل جيد الألف المناصرة في آخر الإسم تقودك للنصر بعد العناء والتعب الطويل ومن يضحك أخيرا يضحك كثيرا لا تحمل حروف المال في اسمك لكن ليس المال فقط هو ما يعتبر رزق فالصحة رزق والعائلة رزق والعلم رزق والحكمة رزق وفضل من الله والفقير هو فقير الأفكار اجعل دائرة أفكارك متسعة ووجه تفكيرك دائما لما تريده وترغب فيه فنحن نعيش بأفكارنا والعقل يتغذى على الأفكار فالأفكار الفقيرة تصل بصاحبها إلى الفقر المدمر والأفكار الغنية تصل بصاحبها إلى قمة المجد والله أعلم والله الموفق